انا لا اتابع الكثير من المباريات في الدور المصري ولكنني اتابع مباريات دوري ابطال افريقيا واتابع الاهل او كأس السوبر في كل مرة يلعب في الامارات ومؤخرا تابعت زيارة الزمالك الى ابو ظبي ودبي لخوض البطولة الودية في كل مرة اتابع مباريات الاندية المصرية وكذلك مباريات المنتخب المصري في افريقيا واتابع الكرة المصرية ولكن لا أمتلك الفرصة لمتابعة مباريات الدور المصري محمد صلاح لقد لعبنا لنادين تشيلسي ولكن للأسف قمة تألوقه جاءت مع ليفربول وقدم أفضل ما في تاريخه الكروي معهم أعتقد أنه أسطورة وقدوة للعديد من لاعبي كرة القدم وهو أيضا وجهة مشرفة لمصر كلها في الخارج معجب به بالطبع كلاعب كرة وكنت أتمنى أن يحقق نجاحا أكثر مع منتخب مصر فهو شخص رائع لقد تفاجأت صفقة مودس جيدة للأهلي اللاعب كان أمامه العديد من الخيارات وكان لاعبا ناجحا خصوصا في الدوري الألماني أعرفه عندما كان في فرنسا وهو لاعب جيد جدا ويعمل دائما على إظهار موهبته وأعتقد أن اختياره للانضمام لنادي تاريخي مثل الأهلي يعد تحديا كبيرا بالنسبة له وأتمنى له التوفيق وأن يحصل على العديد من البطولات وأن يلهم العديد من اللاعبين للقدوم إلى مصر وأن يتبعون الكثير من الأشخاص إلى الأجيب وإجيبشن لديك